تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من نقاش كروي اللي تيجيكم مني أنا محمد عوات عبر قناة سيلفي سبور اللي أكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى الصفقات المجانية الجميع بيحب يروح يشتريها ولا ببلاش يخلينا نجيب منه على مثل عندنا في الأردن ونحكي اللي ببلاش كثر منه لكن مش دائما صح فأنا بنقاش كروي اليوم بدي أقول أنها الصفقة المجانية أبدا مش مجانية لما تدخل بتفاصيلها وتعقيداتها المالية والذهنية فمجانية دائما بيجي براتب أعلى من سعره بالسوق ليش؟ لأنه بيقول لك أنا موفر عليك حق الصفقة فعلى الأقل التوفير هذا بيني وبينك فلو أنا وفرت عليك 30 مليون بدك تدفع لي 15 مليون على مدى الخمسة سنين العاقد الزيادة فبتلقى راتبه أعلى من سعره بالسوق بـ 3 مليون وين المشكلة هون؟ لو اللاعب ما كان جيد معك ما نسجم معك ما حيلقى حدا يدفع له راتبه فحيظلوا قاعد عندك وهذا الشيء واجهته كثير أندية من اللي حاولت تجيب صفقات مجانية لما اللاعب ما يمشي معها كويس ما بيقدروا يخلصوا منه مثال حاليا يوفينتوس مع آر الرمزي ثانيا أنه فعليا فيه تكاليف مالية تدفع مقدما خارج الصفقة المعتادة واللي هي عمولة كبيرة لوكيل أعماله ومبلغ مقدم إله كبير جدا وهذول المبالغ اللي بتيجي لوكيل أعماله ولا إله ممكن تهز جزء من اهتمامه أو رغبته بإثبات نفسه لأنه أخذ مبلغ كبير قبل ما يبلش يلعب فبالتالي برتاح أكثر فبالتالي ما فيه شيء قاتل عشانه وانت معطيه راتب عالي مش عارف أنك مش هتفعله راتب أعلى فالمسألة هون حتصير فيها مشكلة فعليا في مسألة الحافز المادي لهذا اللاعب والشيء الثالث اللي مثل ما حصل مع ربيو على سبيل المثال واللي هدد فيه برشلونة مريبة أنه ست شهور ما بيلعب النادي بياخد موقف ضده النادي الأول ما بيلعبه ست شهور فبيكون خرج عن لياقته البدنية خرج عن تركيزه فقط شيء من مرونته من حدته فبتأخذ وقته طويل لعندما ترجعه فكأنك دافع راتب سنة عالفاضي أول سنة أولى لعندما اللاعب يرجع يصير مفيد فهذه أيضا من الجوانب الأخرى أيضا فكرة أنه اللاعب يقعد ست شهور بلا لعب شفناها مع عارضة توران في الماضي صغب جدا يرجع طبيعي خصوصا لما يقعد ست شهور هو مش مصاب يعني ما فيش شيء قاتل عشانه إنه هي قاعد فبتكون خطيرة فهذه نوع آخر من مخاطر الصفقات المجانية وفي شيء رابع بصفتي أنا يعني بشجع اليوفي وكان عندنا مراتة ومتعودين على الصفقات المجانية كثير بحسه الإدارة والجماهير والمدرب ما بيكونوا كثير مهتمين ينجحوا الصفقة المجانية بسرعة يعني إجا رابيو إجا رمزي إجا إمريتشان طبعا بير له حالة خاصة عكس التاريخ اليوفي كصفقة مجانية لكن يعني الآخرين رابيو إمريتشان هدول إنه نجح نجح ما نجح ما هو بلاش خلص من بيعه السنة الجاي ومن رجع اللي دفعنا له يا راتب والسلام عليكم ورحمة الله ما بتحس في ذلك الاهتمام بوضعه بأحسن مركز ما بتكلم من الموضوع بيجي بالعمد أعتقد الموضوع بيجي بشكل طبيعي إحنا لما نشتري شغلتين شي ثمنه عالي وشي ثمنه قليل والله اللي ثمنه عالي بنهتم فيه ومنحطه بأحسن مكان عشان ما ينكسر واللي ثمنه قليل ما بتفرق معنا وين مكان ينكسر مش مشكلة معنا ما دفعنا فيه كثير هذا الشي بصير معنا يعني فهو بصير بدون ما نشعر إنه إحنا مهملين حتى الجماهير ما بتكون كثير مهتمة بالصفقة المجانية إنها فاشلة عادي عادي ما هو مجاني خلي عجلة فهذا الشي يعني أعتقد بعيق نجاح الصفقات المجانية عشانك لما نتكلم عن صفقات مجانية عكسة التاريخ وعملنا عليها حلقة توب فايت بالماضي بتكون دايما معدودي قليل رغم إنه عددها كثير أكبر فأنا برأيي إنه بالنقاش كروي هذا اللي بدي أسمع منكم هل أنتم بتشوف الصفقات المجانية هي الخيار المثالي ولاحظوا إنه ما بتكلم عن قصة زي قصة إمبابي إمبابي لاعب بدي يروح يلعب مع ريال مدريد وجاء العقد لأجله وراح يلعب مع ريال مدريد فلكن النادي ما رضي فكان مضطر يروح على فكرة الصفقة المجانية أنا بتكلم عن فكرة ثانية عن اللاعبين اللي حاول يروحوا على الصفقات المجانية من أجل رواتب أفضل من أجل ضغط من اللاعب على مدرب ما بيحبه مثلا زي ما بصير مع بوكبة من أجل إنك تحاول تاخذ أحسن عقد بأفضل لحظة إليك زي ما بيعمل ديبالة مع اليوفي فنادي هي القصة كاملة اللي أنا بتكلم فيها شو رأيكم بالموضوع والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى